تترقب أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون خفض الأشطة العسكرية في محيط كييف ومدينة كبيرة أخرى الذي أعلنته موسكو في ختام مفاوضات السلامة التي رأى فيها الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي مؤشرة إيجابية وقال زيلنسكي يمكننا القول إن الإشارات التي نسمعها في المفاوضات إيجابية لكنها لا تنسينا الانفجارات أو القدائف الروسية وبعد حوالي خمسة أسابيع من الحرب وسقوط ألف الضحايا ونزوح ملايين الأشخاص تلقت قيادة الأركان الأوكرانية أيضا الإعلان الروسي بحذر وفي ختام محادثات في إسطنبول أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكساندر فورمين أن موسكو ستقلص بشكل جذري أنشطتها العسكرية في اتجاه كييف وشيرنهيف في شمال البلاد عقب تحقيق تقدم في محادثات السلامة لكن المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي يعتبر أن هذا الأمر هو إعادة تموضع وليس انسحابا فعليا وعلن الكريملين أن المفاوضات التي جرت بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول لم تفضي إلى نتائج واعدة جدا ولا أي تقدم